اليوم يوسف كيف تنظر إلى هذا المسلسل؟ أنا لا أتحدث عن تقرير خاص بسنة ولا أتحدث عن تقرير خاص بمجموعة من الأشخاص فقط هو مسلسل فقط يتم التلاعب بشخصه وتغيير بعض المصطلحات وقيم ببعض الإضافات على غيرار ما تم الحديث عنه عن بيغاسوس الذي هو اليوم مثار جدل وفيه أيضا دعاوة قضائية قدمتها الدولة المغربية في المحاكم الفرنسية ضد منابر إعلامية التي لا تستند في معطياتها أو في اتهاماتها إلى أي معطيات دقيقة نعم تسيس تقارير Human Rights Watch وتوجيهها وأيضا تحامل على المملكة المغربية رفع المصداقية عن هذه المؤسسة منذ سنوات هذا الشيء ليس وليد اليوم في مثل هذه الفترة من السنة الماضية تم تنظيم حملة واسعة ضد المغرب وضد رموز المغرب ممنهجة أيضا من طرف وسائل إعلام من طرف نفس الأصوات هي نفسها اليوم التي تروج لهذا التقرير الهدف منها هو مسح الثقة ما بين المغرب وشركائه وأيضا زعزعت بعض المؤسسات داخل مملكة المغربية المغرب ما محتاج اليوم لدروس في مجال حقوق الإنسان المغرب متصالح مع نفسي مع ماضيه مع بعض الفترات التي كانت مظلمة في التاريخ المغربي منها سنوات الرصاص منها بعض التجاوزات التي كانت في سنوات مضت والمغرب هو صاحب تجربة رائدة عالميا وهي تجربة سيدكرها التاريخ تجربة هيئة الإنصاف المصالحة المغرب والعالم شاهد بأسره كيف أنه معتقلون سابقون كيف أنه الناس الذين تعرضوا التأذيب خرجوا في القناة العمومية على القناة العمومية يصرحون بما تعرضوا له فطول المغرب هذه الصفحة بفضل تبصر وحكمة جلالة الملك الذي كان مخطط هذه هيئة الإنصاف المصالحة إلى جانب الوطني المغربة إلى جانب الحقوقي المغربة إذن اليوم المغرب لا يحتاج إلى دروس لا من هي مرية صورش ولا من غيرها المغرب يبني مؤسساتي لدينا مؤسسة المجلس الوطني حقوق الإنسان لدينا اليوم صحفة تمارس في ضل مبدأ الحرية المقترن بالمسؤولية لدينا قانون خاص بالصحفة والنشر ولدينا القانون الجنائي أيضا المغرب أيضا قام بإعداد ترسان من القوانين التي تخرج من البرلمان يعني من المؤسسة التي تمثل الشعب المغربي اليوم هيوم الرايس ووتش هل تتعامل مع دول الجوار بالطريقة التي تتعامل بها مع المغرب؟ لا أعتقد كنت في تيندوف كنت في البوليزاريو وشاهدت بأم عيني تجاوزات التي تحصل هناك وشاهدت بأم عيني كيف أن المغاربة المحتجزون هناك يعيشون ظروفا إنسانية قاسية جدا هذه جربة الشعاء شخصيا وقضيته هناك حوالي أسبوع هل سبق ليوم الرايس ووتش وأن تحدثت ولا قطرة حبر خرجت من قلم أحد هل تتحدث يوم الرايس ووتش عن ما حدث في الحراك في الجزائر؟ هل تتحدث يوم الرايس ووتش؟ أكثر من 300 معتقل من الناشطين في حراك الجزائر المعتقل الشهير الذي يتعرض له بعض المعارضين في الجزائر الذين يتم بتو تصريحاتهم وأخذوا اعترافاتهم بين مزدوجتين على القنوات العمومية الجزائرية بشكل فضع جدا وكأنهم في نظام شمولي